موسيقى النمر أحد أفضل القتلة المفترسين في عالم الحيوان فهي نادرا ما تخطئ في صيد فرائسها مهما بلغت من الحجم تعتمد النمر في المقام الأول على حستي البصر والسمع عند صيد فريستها إنهم يقتنصون ويطالدون فلائسهم بحذر من الخلف في محاولة للاقتراب من ضحاياهم المطمئنين قدر الإمكان ثم يحاولون إنزال فلائسهم أرضا بعضة قوية في الحلق يمكنها أن تخنق الحيوان حتى الموت في أي وقت من الأوقات في بيئتها البرية تصداد النمر حيوانات مثل الغزلان والخنازير والماشية البرية والطيور وغيرها من الحيوانات ومع ذلك يمكن للنمر أيضا مهاجمة الحيوانات الأليفة عندما تظهر في الأماكن التي يسكنها البشر وهذه المرة ذهب النمر بعيدا جدا حيث دخل قرية وهاجم ماشية سكان القرية المحليين انتهى الأمر بإثارة ثورة بين الرعاة الذين رأوا ماشيتهم تقتل على يدي هذا القط الكبير ينتهي هذا الحدث أيضا بإثارة الضعل بين سكان هذه القرى الذين ينتهي بهم الأمر بالبقاء في منازلهم خوفا من التعرض لهجوم وحشي من طرف هذا الحيوان المفترس في مواجهة مثل هذه المواقف يجتمع هؤلاء المربون مع السكان الآخرين ويبدأون في عملية البحث عن النمر لقتلها يمكن لهذا الحيوان يقتلى بالبنادق أو حتى بالرماح أو أي سلاح أبيض يمكن إيجادها وعندما يتعذر عليهم إيجاده فإنهم يستخدمون السم على الجثث لقتل هذه القطة الكبيرة في الآخر أرجو يا أعزائي المشاهدين أن يكون مقطع اليوم قد نال إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد ترجمة نانسي قنقر